شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات رافضة لقرارات قائد الجيش وتشكيل المجلس السيادي فيما أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وأكدت لجنة الأطباء المركزية ارتفاع عدد قتل تظاهرات اليوم إلى خمسة إضافة لعدد كبير من المصابين في مستشفيات الخرطوم الشرطة السودانية قالت إن تظاهرات اليوم كانت ذات طابع سلمي لكن سرعان منحرفت عن مصارها معلنة إصابة تسعة وثلاثين رجل أمن وتعرض العديد من الأقسام للاعتداء فيما طاردت قوات الأمن المحتجين في عدد من الشوارع الجانبية في أومدرمان حيث احتشدت مجموعة للمشاركة في الاحتجاجات المنددة بالإجراءات الاستثنائية كذلك فرقت القوى الأمنية تظاهرة بالغاز المسيل للدموع في منطقة الصحافة وشارع الستين وشارع المؤسسة ومنعت مواكب في جنوب الخرطوم في حين أغلق متظاهرون شوارع في الخرطوم بحري بالمتاريس وكانت مرسلة الحدث أوضحت أن الاحتجاجات انحصلت في بعض مناطق العاصمة بعدما تعمدت قوات الجيش إلى إغلاق معظم الجسور التي تؤدي إلى الخرطوم مبقية على ثلاثة منها فقط من أصل عشرة جسور